قال الفقير عابد الرحمن السقة البغار والأوطان بالحمد ذي الحمد وبالصلاة على رسول الخير ذي السلاة وآله ساداتنا الأحبار وسحبه القادات في الأخبار وتابعيهم على الآثار وكل من ينسب للآثار وبعد قزطط معل الخبر أشرف علمي في علوم الآثار لأنه كشاف غابد العلل لا خلل هناك يقف أو زلل فرائم جزا لحاو كذلل في ذلل والبقر في خذر حلل وإنما نظمته لندرتي النزم فيه فهو عين قلبتي فالله ربي أسأل التوفيق للحق والتحقيق والتدقيق نشعة علم العلل ووادعه وأحم المساهمين فيه أول من علنه بن سيري فسار علف قوله كنسري وسخفيان بعده وشعبته تلميذه ذاك الإمام الحجة وعنه يحيى بن سعيد أول مسنف فيه ونعم الأول مع ابن مهدي السراج المقتدى بنور قوله الإمام المقتدى وعنه ما قد أخذ ابن حنبلي وابن معين وعلي المعتلي وفيه قد قال الإمام الذهبي من كان كل قوله كالذهبي وكان رأسا في الحديث والعلل وساد حفاز الحديث في العلل قال الخطيب إنه خطيب خائفة الحديث والقبيب قال سنف المسنفات الحسنى تلفن جازاه الإله الحسنى وعنهم الرزي أبو ذرعة مع صاحبه مع البخاري استمع وبعدهم جماعة كالنسئي والترمذي وغيرهم كابن عدي والدار قطن رأسهم وهو إمام الفن كل خلفه وهو أمام وكان أحفظ الورى إذ يملي كتابه حفزا على المستملي فكان حقا مرجع الرجالي ما سطروا بعد فكد عيالي كالمسند الكبير للمسرجسي أكبرها في الفن عند المؤتسي والزحر المغلول لابن حجري وما بدا في قرننا من زبري مثل المداوي لغمار الشاني وكل ما صنفه الألباني أهميته أن نوهت أعلام هذا الشأن لأنه أسمى علوم الفني كالعسقلاني وكالعنائي وكالنواوي ذوي العنائي لأنه أغمض علم وادق وليس كل حافظ قد استحق القول في العلة غير كلتي وأنه يكشف وهم الثقة قال الخبيب الحافظ الببدادي لا تظهر العلة للنقادي إلا بعيد النظر الشديد ومع مذي الزمن البعيد وأنه كما الجميع صرحوا وأنه كما الجميع صرحوا بدونه الحديث لا يسحه تعريف العلة في اللغة بمعنين جاء لبز العلة ما جمعه في علن كسدرتي عمين أعل وهو ذاك المرض قياسه المعلو إذ يعترضو والثاني ذاك الحدث المشغلو قياسه المعلول للمعلل سمي معلولا إذن لأنه يسغل بال كل من يبحثه وقد يجي ثالثة من العلل للفته من عل وليس من أعل فشربوا بعد سبلاك المؤتلي يعني فقيسه من المعلني قالوا لأن في إعادة النظر تكشف بالتحقيق علة الخبر تعريف العلة في العصراء وأنواؤها وماهي ثم التعلق بهذا التعريف وحي كما قال الفتى السيوطي مستلها في نزمه المحيطي وإلة الحديث أسباب خطت تقده في صحته حيث وقت مع كونه ظاهره السلام فليحدد المعلما قد رام مريء فيه علة تقده في صحته بعد سلامة تفي وجاء في ألفية العراق وانظومه الشهير في الآفاك وقد يعلون بكل قدحي كسك وغفلة ونوعي جرحي ومن الحموم نطلق اسم العلة لغير قاده كوسلي ثقتي يقول معلول صحيح كالذي يقول شح مع سزود نحتذي ونسخ سمت رميذي علة فإن يريد في آمل فازنحنا أقسم العلة عند الحافظ بن حجر رحمه الله بإتبار موابئها وتعثيرها وهك تقسم الفتبني حجري الأسطلاني الإمام الحجري إن وقعت في سند حديث قد تقنو أولى أو تخصه وقد تسترجم القدح بمتن أولى وقد تخصه برأي يعلى فستة إذا كما في النكة على كتاب بن صلاح الثقة أسباب العلة أسباب الإعلال الإجمالية تؤود أو آبت بتفسيلية أسباب العلة الإجمالية وتلكم الأولى إلى التفرد تؤود أو للخلف عند النقد أسباب العلة التفصيلية أسبابها الوحم بوسن مرسلي أو رفع موقف لقبل مرسلي أو رفع موقف لخير مرسل أو كالذي من سوف القوم نقل أو بتشابه الأسانيج الكثر مع المتون أو بتدليس القبر أو الذي عن الصحابي يروى خالف رأيه إذا يستفتا أو لانقلاب متنه أو أن يقل المتن لا يسلوء اسلوب الأمين أو يجمع الشيوخ في إسنادي ساق هديثه بلا انتقادي والحال أن في طريق القوم كل الخلاف يا له من لوم أو لاختلاقه فبعد الأوقات وضعفه دون بعض الأوقات أو الذي من حفزه قد أخبره أمر روا حديثه مختصرا أو يسلو الكلام بالحديث يظنه السالع كالتحديث أو يدرج استنباع حكم قبل أن يتقع في صحاباته أضروا حديثه بالمعنى يحمل الحديث ما لا يؤنى أجناس العلا عند الحاكم محمه الله قد جاء في ألفية السيوط منزومه الفريد والمحيط ونوأ الحاكم أجناس العلل لأشرة كل بها يأتي خلل وحي إذا نظرت في معرفة أولومه تشع كالمسرجة أن تلفي الإثناد صح ظاهر وفي الظواة إذ تجل غائر من كان لا يعرف بالسماع أمر روا عنه على الإجماع أغفنا ذا المرسل يروه الثقة وظاهر الصحة يا من حققه أو حفظ الحديث عن صحابه وداء ذا عن غير ذا الصحابه وذاك الاقتلاف بلدان الرواة فالمدني أن أهلكوا فتذفقات أو حفظوا أن صاحب فيروه أن تابع ولم يسح المعزاه أو كان إثن ذروي بالعنعنة وفيه سائط ومن قد فتشه دل عليه في طريق أخرى محفوظة واختلفوا بالأحرى علافة راو بالإسناد وكان مقابل الإسناد محفوظ المكان كذلك اختلافهم على رجل في شيخه تسمية وقده أو أن يكون قد رواع شيخه بينهم الواسط لم يسمه أو كانت الطريق للحديث معروفة لداء للتحديث يروي حديثا من سواتها الطريق بعد رجالها إذا الوحب الرفيق وما رووا بالرفي من جئ الضرم آخر بالوقف فعشرة زك الزيادة على الحاكم بمثل ما ذكر هك زيادة على تلك الدرر بعدها العشر وكلها هرر وسنقطاء أو دخول لسند في سند وسطراه من سند وسطه وحمن وعليف زادة روين باللسناد بوحمن قادة أو أبدل روين بغيره سوا يعد من ثقاته أم دعفا أو ينكر الشيخ حديثا عنه رواءه أو من أهل مصر عنه الحدثوا فحفظوا حديثا والغير إن حدث لن يقيما أو من يغير اسم راوين بسبب لفظته أو يبدل الذي صحب في صاحب آخر أو من دلسا في شيخه فتلك عشر تؤتسا دوابط لقد المتون في كتب العلل هنا دوابط لنقد المثني إذ تنبقت من كتب أهل الفني إن كذب الحس وأن يخالفا حقائق التعيث كان سالفا أو قال فراوي كثيرا أجعا أو ثقا أو أحفظا كل ذا رأوا قال السيوء في الحديث الموضوع ما صح أن يكون في ذا الموضوع وأن يناوي قائعا وما قبل تعويله وأن يكون ما نطل حيث الدواء تلفت بنقله وحيث لا يوجد عند أهله وما به وعد عزيم أو وعيد أحكير وصديرة شديد وقال بعض الألماء الكمل احكم بوضع خبر إن ينجلي قد يابل الأقل ومنقل قد باين الماقول والمنقول قال فهو أو ناقس الأسول إلى منا قول السيوء انتهى أوثيك يا من ذي الدواب تنتحى بذلك السفر النفيس القيمي أعني به المنار لابن القيمي قوائد الكليا في علم العلال إن الحافظ بن رجب رحمه الله وأن نذكر القوائد الكليات إذ تحتها تندرج الجزئيات وذا بقول الحافظ بن رجبي الناقض السبت الإمام العجبي يقلب فيما قد رواه الصلحاء الوهم والأضلاء أم الفقهاء فلا ترى حديثهم بالمبنى وإنما يرونه بالمعنى والحافظ الزبت إذا من حبسه حدث لا يحتج دون فهمه وإن ترى الحفاظ قد روى الخبر وانفرد الواحد منه وحببا سبتم بإسناد فوق منذ الشفات هذه قريب من زيادة الثقات والذوق قد خص بنقاد الأثر يميزون مال أمر من عمر وذعفوا حديث من يستفتا خالف ما يرويه تلك الفتوى كذلك رواية عن الصحابة وساح أنهم خلفة الرواية كذا رواية عن الصحابة كذا رواية عن الصحابة وساح أنهم خلفة الرواية ما يذكر حفاظ الأثر بعد الأساند التي لا يستقر منها حديث أو على يسير مع أنهم يروى بها الكثير كما روا الظهري عن ابن أمري سحى حديثان بنس معمري وقصدوا سيعني البصري عن عنا سنعني النبي المكي عن عنا سنعني النبي المكي المكي ومثل ما رواه عن سعيد إلى أبي هريرة السعيد كلاه ما علله برديج وغيره من ماهر التقريج قوات الخش عند العلة يا من يريد كالف عن إلته والخطوات البحث في سبعته أهمها جمء رواية الخبر لذا علي بن مدين الأبر يقول ألباب إذا ما طرقه لم تجمع لم يتبين خطأه لم تجمع لم يتبين خطأه يلي تحدد مذار الخبر وبعد تخرد طريق الأثري حسب وجون الكلف في الزراوي وكل أوجوح الخلاف الحاوي خرج كل واحد على حدة هل من متابع له أم من فئة ويدرس الإسناد بالتفصيل من جرحهم رواية أو تعديل وكاسمه وكالكنا والنسب وقد باء مع شهير النقبي أما الأخير فحو بالترجيح ووزه تبئي فيك والتصحيح أخاتمه ألا بحمد الله دم النزم في آم تجمد ونعم الختم من حجرة الحاديث صراج الأزهري صلى عليه ذو الجلال الأكبر والآل والأصحاب والأتباع وكل من صار على الإتباع تمت بحمد الله وحسن عونه نعم أموه 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 اشتركوا في القناة